ما من مكان في العراق بعد عام 2003 إلا وكانت له ذكرى مؤلمة وأشدها إلى من هي تلك التي تتعلق بالمغيبين من المتظاهرين والناشطين المشاركين في تظاهرات تشرين الأول لعام 2019 قصص يصعب إحصاؤها والصعابها وهذه هي أحداها يوم 28 عشرة 2019 خرج أحمد إسماعي الحسن وادي أبو فرادي من عشرة أبو فرادي هو صديق قويه وراه ساعة التظاهر وانفقد في ليلتها ذاك اليوم لحد هذا اليوم إحنا من 2019 لحد هذه الساعة ما لقائنا نتيجة الإبنة المغيب خريج بكالوريوس أذاب يعمل بأجر يومي خرج في تظاهرات تشرين مطالبا بحقه في العيش ليختفي بعد ذلك تاركا خلفه زوجة وثلاثة أطفال بلا معيل مع أسرته التي تعيش على واقع ذكرى أملا بالله فقط بعد أن ناشد وطالب الحكومة بالكشف عن مصير ابنهم من دون أي استجابة أو تحرك في وقت تشير أصابع الاتهام إلى الميليشيات وأجهزة الأمن بخطف وتغييب ابنهم بحسب أسرته يقول صديق يعني أنه بعد أحد أخذ التليفون مالته يعني هو خاوره صديقه ساعة اللي انفقد بيه وقال يعني تليفون إن أخذ من عنده وأخذه يعني أحد أخذه يعني مو هو راح مثلا يعني معرف دولة أحزاب أخذته قصة المغيب قصريا كآلاف القصص الموجودة داخل الأسر العراقية التي ضاعت بين الانتظار والترقب لمعرفة مصير أبنائها المغيبين والمخطوفين منذ أعوام في ملف إنساني لطالما استغل انتخابيا وسياسيا وسط عدم معالجة هذا الملف في ظل أهيمنة الأحزاب والميليشيات التي لا يقوى على إدانتها أحد رغم جرمها المشهود قتلا وخطفا للمدنيين ترجمة نانسي قنقر